لا تكمن قصة مقهى الموردة في أم درمان فقط في كونه أحد المقاهي العريقة والقليلة التي ما زالت أبوابها مفتوحة حتى الآن بل أيضا في كون رواده ظلوا يأتون إليه للاستماع لذاعة راديو بي بي سي من جهاز مذيع عتيق فرح الخمسيني الذي يدير المقهى لأكثر من أربعة عقود يقول إنهم يثقون فيما تبثه البي بي سي لندن أهي كانت الخبر الصحيح الناس بتلقون عليه شقف يقول لك يا أخي الليل لندن قالت شنو لأن حتى الإنغلابات في أفريقيا والأحداث بتحصل حول العالم أول إدارة تنظر البي بي سي اليوم في إذاعات كثر لكن البي بي سي إرزاء قديمة وعندها مصطاقية يعني بصراحة جد يعني ما تسمع من البي بي سي خلاص على المجل السماء تماما بالنسبة لدأود الخليفة وهو من رواد المقهى فإن إذاعة البي بي سي كانت بمثابة منتدى لهم ونافذة على العالم في وقت لم تكن فيها وسائل التواصل الاجتماعي موجودة البي بي سي كان عندها دور كبير جدا في تسغيف الناس وتعليم اللغة الإنجليزية وبرامل العدبية والفلية والرياضية والكل فمعظم الناس الماء كان تعليم ضعيش شوية يعتمدوا الإزاعة افتقد رواد هذا المقهى وغيرهم من السودانين بث إذاعة بي بي سي لنحو عشر سنوات وذلك بعد تم إيقافها بواسطة نظام الرئيس المعزول عمر البشير لم يقف حمد فقير الذي يعمل في مجال الأعمال الحرة مكتوف اليدين عند توقف البث وقال إنه وجد بدائل أخرى لمتابعة الإذاعة من داخل المقهى واشتهرت مدينة أم درمان والتي يجد بها مقر الإذاعة السودانية بمقاهيها القديمة التي كانت قبلة للمفكرين والأدباء وعامة الناس ولكن توقف معظمها عن العمل ولم يتبقى إلا القليل محمد محمد عثمان بي بي سينوز عربي من مدينة أم درمان